اهلا بك عزيز المشاهد في برنامج اسألوا ولا انتسوقوا تعالوا نسمع ونشوف مع بعض سؤال الحلقة اليهودي بيصلي لله والنصراني بيصلي لله والمسلم بيصلي لله والمسيح الإله عندما كان يصلي في الجبل طوال الليل لمن كان يصلي مبدئيا كده احنا مسيحيين مش نصارى ونبقى نتكلم في الموضوع ده بعدين دايما مشكلة اخويا المسلم واللي بينا وهدبان في كل او اغلب الاسئلة هي عدم فهم او وضوح طبيعة المسيح قلنا كتير واضحنا ان المسيح ليه طبيعتين الطبيعة الالهية اللي ليه من الازل وايه للابد والطبيعة الامسانية اللي اخدها بتجسده وولدته من مريم العزراء فالمسيح له كامل المسيح إله كامل مئة بالمئة وإنسان كامل مئة بالمئة ولكن بدون خطية وده بيظهر في الإنجيل واضح جدا من أقوال المسيح وتصرفاته كإنسان زي لما يجوع او يتعب وأقواله كمان وتصرفاته كإله زي الخل وعلم الغيب وغيره عشان كده انت محتاج تبص للمسيح من الزاويتين دول مش تركز على زاوية واحدة ويطبيعته الإنسانية بس المسيح كإله لا يحتاج للأكل أو الشرب أو أي احتياجات بيحتاجها الإنسان لكن بطبيعته الإنسانية اللي اخدها بتجسده يحتاج للأكل والشرب والصلاة كإنسان وكان لازم يثبت ده كان لازم يثبت المسيح إنه إنسان كامل وكان لازم يثبت إنه فيه كل الخصائص الإنسانية مخال الخطيئة عشان يقوم بالفداء كنائب عن الجنس البشري كله أما لمن كان يصلي فهو يصلي للآب اللي قال عنه أنا والآب واحد فعلاقة المسيح كالابن مع الآب هي علاقة أزالية أبدية فالمسيح لم يتحول لابن بعد تجسده لكن هو الابن الأزل الأبدي لكن بتجسده في صورة إنسان واتخاذه موضع العبد كان بيصلي ممثلا ونائبا عن كل البشرية زي ما يمثلها على الصليب وينوب عنها ويفديها فما فيش مشكلة لو المسيح صلى أو خلينا أقولك ابن قسين اتكلم مع الله الآب لأن ده علاقة أزالية وأبدية بين الأقانيم الإلهية ده غير إنه بيدينا إحنا درس مهم جدا عن أهمية الصلاة باستمرار عزيز المشاهد فكر في اللي قلناه مستنينك الحلقة الجاية ومستنين أي سؤال عندك مهما كان عشان برنامجنا اسمه اسألوا ولا انت سوقكم ترجمة نانسي قنقر